من الأمور التي ينبغي توضيحها أن الله تبارك وتعالى لا يشترط لتحقيق النصر أن تكون الأمة كلها برجالها ونسائها وأطفالها الكبير منها والصغير الرجل والمرأة الأمة كلها على مستوى الحكام وعلى مستوى المحكومين أن يكونوا أهل صلاح وإصلاح هذا لم يحصل في وقت من أوقات تاريخ الأمة الإسلامية حتى في زمن النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون كان هناك أهل معصية كان هناك أهل تقصير ونصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على عدوه الله تبارك وتعالى لا يسترط كذلك لتحقيق النصر للمؤمنين أن يكون مع المؤمنين من العدد والعتاد مثل ما مع غيرهم وهم المشركون أو الكفار لا لا يسترط هذا وإنما الله تبارك وتعالى يسترط على الفئة المؤمنة التي تقاتل باسمه أن تكون قائمة بحق الله تبارك وتعالى عليها وأن تقدم ما تستطيعه وما تقدر عليه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لم يسترط علينا ربنا تبارك وتعالى أن نعد العدة التي تساوي عدة المشركين ولا التي تتفوق على عدة المشركين وإنما طالبنا الله تبارك وتعالى أن نعد ما استطعنا وأن نقدم ما عليه نقدر لا يسترط ربنا سبحانه وتعالى علينا أن يكون الكل على صفة المنتصرين ولا أن يكون العدد والعتاد الذي مع هؤلاء الذين يقاتلون مثل ما مع عدوهم أو ما فوقه هذا كله تخفيف من الله تبارك وتعالى والتفكير في خلاف ذلك هو حلم هو وهم هو ادعاء لم تقم عليه بينة من الكتاب ولا حجة من السنة وليس عندنا فيما بين أيدينا من أخبار التاريخ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الخلفاء الراشدين وسيرة من بعدهم من القادة والفاتحين ليس معنا ما يدل على هذه الأحلام ولا على هذه الأوهام وإنما المسألة مسألة أن يعد الإنسان لعدوه بقدر ما يستطيع ثم إنه لا ينتصر حتى بهذا الذي أعده وإنما ينتصر بإيمانه بالله بصقته بالله بتوكله على الله باعتماده على الله وما النصر إلا من عند الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين